كما استقبلت حديقة الجمهورية ومجمع بانوراما مدينة دمنهور في البحيرة آلاف من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك في جو من البهجة والسعادة يعود تأسيس الحديقة لخمسة عقود من الزمان تعد المتنفس الأشهر لأهل محافظة البحيرة تشمل 35 لعبة لمختلف المراحل العمرية تضم أيضا مناطق ترفهية ومنطقة للأطفال هذا وتشهد والحديقة مراحل كبيرة من التطوير في البنية التحتية وذلك لاستقبال كافة الفئات العمرية طبعا حديقة الجمهورية دي من قديم الأزل يعني حديقة الجمهورية من خمسين لستين سنة يعني التراصف ده منهور بصراحة يعني وجميع الألب يتردد عليها من الجمهور وطبعا حاجة جميلة ومميزة في البلد يعني وزي ما تشايف كده كل مدى ما بتتطور طبعا الألعاب حمام سباحة قفيهات مطاعم يعني حاجة جبيلة يعني وهي يعني هي مناسبة لجميع الفئات وجميع العائلات حنا بنيجي هنا في العيد عشان فيه أمن هنا وأمان هنا جميل والأماكن جميلة هنا